قال رحمه الله تعالى وللمشركين شبهة أخرى وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكع على أسامة وضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمعت أنه قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وكذلك أحدث أخاف الكف عن من قالها ومعد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حواقهم علي بن أبي طالب ووضي الله عنه نعم لا يكفر أن يقول لا إله إلا الله ويأتي بنواقضها فإذا نقض لا إله إلا الله صار كمن لم يقلها لأنه ارتد بهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد نعم أحسن الله إليكم وكذلك قوله أميوت ونقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخوى في الكف عن من قالها ومعاد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفوا ولا يقتلوا ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وساباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حواقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من أنكر شيئا من أوكان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين ووسل ووأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث نعم يعني يقول هؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعثة فإنه يكفر من أنكر الصلاة وجحدا فإنه يكفر طيب فيقولون من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر هذا قولهم جميعا هؤلاء الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى هم مقرون بأركان الإسلام مر بنا هذا الكلام أنهم يقول من أنك جحد الصلاة فقد كفر من جحد الصيام فقد كفر يقول المؤلف رحمه الله تعالى هم يقرون أن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه يعني شهادة أن لا إله إلا الله إذا جحد شيئا من هذه الفروع وهذا قد مر الآن الآن الشيء الحمد يقول أيهما أهم التوحيد أو الصيام والزكاة والحج والصلاة يقول التوحيد أهم أنتم تكفرون من أنكر الصلاة والحج والصيام مع أنه يقول لا إله إلا الله ولا تكفرون من أنكر التوحيد وقال لا إله إلا الله فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا أنكر الصلاة والصوم وتنفعه إذا أنكر التوحيد يقول هذا تناقض نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى فأما حدث أسامة رضي الله عنه فإنه قتى وجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله ووجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منهما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتلوا إذا قالها لم يكن للتثبت معنا لو جاء بالآية الأخرى لك أنا أوضح وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانون كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا هذه أوضح في الاستدلال في هذا الباب نعم وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكوت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة هذا يحتاج إلى وقفة هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهو أنه قال عن الخوارج قال النبي أمرت أن نقاتل حتى يقول لا إله إلا الله والخوارج قالوا لا إله إلا الله مع هذا قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواي قتل ثمود وقال شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه وجاء في رواية أنهم كلاب أهل النار فهذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتكبير وتهليلا حتى إن الصحابة تقل عبادتهم عند عبادة الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم ولما دخل عليه ابن عباس ورأى أن جباهم كركب المعزة من كثرة السجود فركبة المعزة ما فيها شعر من كثرة ما يجلس على هذه الركبة كذلك هؤلاء من كثرة سجودهم جباهم كركب المعزة يعني متأثرة من الأرض من كثرة السجود قال حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم أي عبادتهم وهم تعلموا العلم والصحابة قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله يعني يشم من كلام المؤلف أنه يكفرهم رحمه الله تبارك وتعالى وقوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله إما أن يريد لم تنفعهم لا إله إلا الله في عصمة دمائهم أي لم تعصم دماؤهم وإن قالوا لا إله إلا الله لأنه يجوز قتال المسلم وإن طائفات عالمين يقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي وإن كانت مسلمة والمسلمون الذين يستباحوا قتالهم مثل مانع الزكاة مانع الزكاة قاتلهم الصحابة مع أنهم ليسوا بالكفار وعمر احتج على أي بكر رضي الله عنهما فقال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصر مني دمه وماله قال والله لو قاتل لأنهم فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فأحيان يقاتل المسلم وإن كان مسلما ولكنه لسبب آخر ليس لأنه كافر فكلام المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى في قوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام طيب لما ظهر من مخالفة الشريعة كأنه يميل إلى أنهم كفار إلا أنهم يكفرون فإن كان لا يرى كفرهم وإنما يرى أنهم مستحقون للقتال فهذا قول جماهير أهل العلم وإن كان يرى كفرهم فهذا قول لبعض أهل العلم هناك من أهل العلم كفر الخوارج لأنهم كفروا الصحابة رضي الله عنه واستحلوا دماءهم وأتوا بأشياء من البدع في زمانهم فلذلك حكم عليهم بعض أهل العلم بالكفر ولكن جماهير العلماء على أن الخوارج جلسوا بالكفار ولكنهم من أهل البدع وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما قيل له أكفارهم قال من الكفر فروا قالوا أمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قالوا فما هم إذن قال قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم فبيّن علي رضي الله عنه السبب الذي لأجله قاتلهم وهم بغا أنهم بغا بغوا على المسلمين فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وابن عباس نظرهم وجادلهم فالقصد أن الخوارج نعم أتى فيهم نصوص قوية جدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار لا أقتلنهم قتل عاد لا أقتلنهم قتل ثمود وغير ذلك من النصوص مما يشن فيه رائحة كفرهم ولكن ذكر شيخ سانتيب أنه لم يشتهر عن أهل العلم تكفير إلا ما نقل عن الإسرائيلي أنه قال نكفر من يكفرنا نكفر من يكفرنا لأنهم يكفرون المسلمين ومن كفر مسلم فقد كفر ونقل عن ابن العربي أبي بكر ابن العربي أنه قال هم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولكن جماهير أهل العلم كما قلنا على عدم تكفيرهم وإنما يرون أنهم فساء فجار من أهل الكبائر والعلم عند الله تبارك وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة ورضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المستليق بني المستليق لما أخبره وجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل أن موعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواودة ما ذكرنا